أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبدالعاطي تصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المقتربين الكينية موساليا مودابادي وخلال الاتصال أعرب عبدالعاطي عن تطلع مصر لأن تشهد الفترة القادمة تطوير شراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين بإقامة مشروعات استراتيجية بنظام شراكة القطعين العام والخاصة كما تناول الاتصال المسجدات في منطقة القرن الإفريقي والقنغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان وجهود البلدين في سبيل تحقيق السلام والاستقرار ونزع فتيل الأزمات في القرن الإفريقية كذلك تم تطرق إلى تطورات ملف مياه النيل وعلاقات دول حوض النيل